رايك في القصة بتاع زيزه في المباراة اللي فاتت وقفشا مبارح وامام عشون من كم يوم مستوى فتح من كم يوم اللعيب لما بيبقى خارج من الملعب زعلان ناس بتهاجم جدا اي لعيب بيخرج من الملعب زعلان كنت ديسة اقول من شوية انه اجابة اللعيب ده بيبقى بنا ادم عنده الضغوط وعنده كل حاجة ده ما عملش اي اساية او اي مشكلة رايك ايه في الحكاية دي بص يا كابتل انا عايز كمان هنبه لحاجة اعني هنا عارف احنا بستنيين نصطاط اي حاجة ايوة يعني مع احترامي اللقطة احنا عارفين ان التلفزيون الكاميرا هتروح عليه بعد التغيير ويفضل مركز معها ساعة وممكن الكرة تكون بتيجي جون بس او عايز يشوف هيعمل ايه بس يعني بس اناورك انا عارف بس دي اللي هو ايه انا حاجة يقولك انا بعمل شغلة انا بحاول لك كل حاجة بس انا اصد احنا دايما مستنيين الغلاط صح لو اللقطة ما جاتش في التلفزيون تلاقي واحد جابها بموبايله وبكاميرا من اخر الدنيا عشان يشوف الزيزو عملية عشان قفش عملية عشان امام عملية اكيد ده لعيب وممكن يكون متضايق انه هو مسلا ما جابش جون كرة رافش قال كده قال لك قال لك قد حاس انا وحش في جوترامي دايما النفس بس انا برضو يعني معلش انا بلوم على لعيب في حاجة بس انت ماشي في شغلك وماشي في مكانك وبيتوضح الكلام ده مسلا لمدير الكرة بتاعك والنادي معاقب ما فيش عقاب ولا في اي حاجة خلاص انا بركز في شغلي مش لازم اعود كلما عند الموقف ان انا ععد ابرر واعمل لا خلاص انا شايف في شغلي وانت ماشي صنع ما فيش مشكلة خلاص انتقف شنجم كبير واداك في الملعب بين الفترة الاخيرة ما شاء الله بطوش شكل كويس جدا هو من اهم اللعب في النادي الاهل بصراحة من وجهة نظري انت مش محتاج تبرر كل شوية ان انت متضايق من نفسي انا زعلان من نفسي لا مش لازم اقول للناس كلها انا زعلان من نفسي خلاص اي لعيب كرة في العالم عندهم مباريات كويسة وعندهم مباريات مش كويسة طبيعي ما فيش لعيب في العالم بيفضل كده فوق على طول مية في الميسي وكريستيانو بقى في فترات واحنا ما عندناش ميسي وكريستيانو فطبيعي ان انت تعمل ماتش يعني مش كل بقى ماتش انا اعود ابرر للناس اصدنا ارى مش ردع عن نفسي وانا ادايي كان واحش انا بس اللي عايزه منك وانت بقى العيب وانت اصلا كنت حماسي جدا كمان في الملعب ووالت جدا وانت ساعات كنت خارج من الملعب بتبقى زعلان طبعا انا عايزة اللي احنا عايزين نوصله للناس انه اللعيب لو بيبقى خارج زعلان مش حاجة عيب اعود بقى خالص لا بصرا كابتين انا كمان واحد من الناس لو غيرتين في الدقاءة 92 من جهوية زعلان ما انا عايزة كامل لكن مش حاجة عيب ولا حاجة وحش صح تفاهمني انا زعلان يعني ومش هعمل حركة مع المدير الفان لا بس كل لعيب في الحداشر اللي بتدي عايز الحكم يسفر ووه موجود في الملعب وعايزة لعب اساس كل المطشوات وعايزة من كل الكرة لعبة ألانية انا بعد كده لما بقيت مدرب حسيت شوية وحسؤول عن 30 لعيب انت الاول وانت لعيب انت همك نفسك بس صح انا عايز اول ما المدير الفاني بقول التشكيل انا عايزة بقى اساسي مش بس كده التغيير ما غيرش وانت كابتين بقيم في الملعب انت من جواك حاسة انا هم واحد في الحداشر انا اكتر لعب بيش بس ممكن تروح البيت لها نفسك اه لا لا ما كنتش كويس النظر كل ناس بتهاجمك وانت كنت حاس انك كويس دي حقيقة لكن اللعيب دايما عايز يبقى فيه كل حاجة عايزة لعب كويس وعايزة بقى اساسي ومعايز ما اغيرش احنا بنشوف ناس بتغير في الديها مش عارف في الثمانين وزعلان ما اكيد زعلان هو عايز يبقى احسن عايز ما يغيرش لكن اهم حاجة ما بخرجش على النص فانا بالنسبة لي خلاص مفيش مشكلة لكن انا متضايق خبطت مش عارف ازاي زعمت اكيد دم يعني ممكن انا اخرج اللجوه اكون متضايق شوه لكن بلا ما بخرجش على النص مع المدير الفاني بتاعي مع الجمهور مع زماني ما فيش مشكلة انا متعد يا